الإمام الحسن البصري من هو شيخنا الحسن البصري أخذ عمّن ما هي مكانته بين التابعين الإمام الحسن البصري من سادات التابعين وهو من علماء الأمة ومن الزهاد النساك هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري كان أبوه مولا لزيد بن ثابت وأمه مولاة لأم سلمة فنشأ في بيت أم سلمة ولد سنة 21 في خلافة عمر وجاءت به أمه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له أن الله تعالى يفقهه في دينه وينفع به أدرك 120 من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد من علمهم ولازم أبا هريرة وغيره من الصحابة حتى ورث كثيرا من من علمهم وكان من أفصح أهل البطن لأنه انتقل من المدينة إلى البصرة للتعليم ونفع الناس وهذا كان سياسة الكلفة الراشدين يبعثون العلماء إلى الأمصار وكان من أفصح أهل البصرة لسانا وأجملهم وجها وأكثرهم عبادة وأحسنهم عشرة استمر في البصرة إلى أمات سنة مئة وعشرة في خلافة بني أمية كان رحمه الله من سادات التابعين رفعه علمه ودينه حتى صار من رموز الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الطريق فقال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فلما أخذ مئراث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وقرأ القرآن وطبقه ودعى الناس إليه كان من سادات المسلمين في البصرة يصدر عن رأيه ويسمع كلامه ويرجع إليه في مشكلات المسائل حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازمه سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن الصحابي يحيل إلى تلميذة سلوا مولانا الحسن فقالوا يا أبا حمزة ونسألك وتقول سلوا الحسن قال سلوا مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا والحسن البصري كان متقللا من الدنيا رحمه الله كان لا يهتم بطريق واستياد المال وكان يقول الدرهم والدينار لا ينفعك حتى يفارقك فإذا فارقك في صدقة أو إنفاق في خير أو عمل صالح فإنه ينفعك وإلا فإنه لا ينفعك بل ربما يكون عذابا عليك وكان رحمه الله له مع السائلين قصص تحكى للعبرة جاءه رجل فقال يا إمامنا الحسن إن قوما يجالسونك ليجدوا أشياء تصمت منك فيستغلونها في شكمك والوقيع فيك يعني يتصيدون أخطائك فقال له هون عليك يا ولدي إني أطمعت نفسي في الجنة فطمعت وأطمعتها في النجاة من النار فطمعت وأطمعتها في السلامة من الناس فلم أجد إذا إلى ذلك سبيلا فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم وقال أيضا رحمه الله ما أعز أحدنا الدرهم وبحث به عن بحث عنه في معصية الله إلا أذل أهو الله به إلا أذله الله به وقال بعض الحسن بعض الناس سمعت الحسن البصري وقد جاءه رجل فقيل له إن فلانا اغتابك يا الله فقال ابعثوا إليه طبق من الحلوة قالوا نبعثوا إليه وقد اغتابك يعني هم يبني الحلوة هم فقال إنه أهدى إلي حسنات وأنا أكافئه بالحلوة يعطينا حسنات ونعطيه الحلوة